اشتركوا في القناة ويصنح لفاء السعودية في لبنان ماذا ينتظرون وهل حمل كلمة سر ما اليهم ام زادهم يمكن حيرة من امرهم اول شي بيستاهل كل واحد بيسمع من اي سفير انا ما عم بقول السفير السعودي او السفير الكويتة او السفير القطري او السفير الامريكاني او السفير الفرنسي كل واحد بيسمع من سفير بلبنان بيقدر يضمن انه حل لبناني مأخر وكل واحد بيتأخر انه يعمل حوار داخلي بين وبين اللبناني الاخر ويتفق على جوامع مشتركة بيكون عم بياخر الحل بيكون عم بيساهم ببقاء لبنان الى مدة اطول يرزح تحت اذا بدك الفقر والتعتير وشي بنسميه بالانجليزي نحن يعني بتطلع باللبنان تقول ما في سقة وانا خايف من بكرة ما في اعمل مشروع لبكرة عبكرة طبعا حركة السفراء بلبنان كتير ناشطة ما كان السفير القطري قبل السفير السعودي وكانت السفيرة الفرنسية وكان اللقاء الخماسي وكان اللقاء بعمان انه العالم كله عم بتحط ايضا بها التنجرة بها الطبخة اللبنانية بدا تشوشت اذا بقلوا دول العالم يقرروا عنك اكيد ما رح توصل انت لمحال احنا معنا تجارب يمكن مبشرة نحنا بنشوف الرؤساء السابقين جميعهم ان لم يكن منقول اغلبهم ما ما ننظلمهم اتوا بتسويات خارجية اجت فرضا على لبنان ان كانت عبر المال وان كانت عبر تسويات ويمكن اعطيني لا اعطيك اليوم ما هو الحل غير انه يكونوا من الخارج يعني نحنا بالداخل شايف وضعنا عكيد في حال تاني اللي قاله الرئيس بره بعد فشل اول جلسة لانتخاب الرئيس ما نحنا عملنا 11 جلسة من اول جلسة قاله انت عطى نتحاور هيت نشوف شو الجوامع المشتركة عندكن مشكلة بمرشح محدد هيت نشوف ليش شو المعايير اللي بدكنيها لانتخاب رئيس جمهورية اول كتلتين رفضوا الحوار هن اكبر كتلتين مسيحيتين تايار الوطن الحر والقوات اللبنية انا مان بمعرض الاتهام انا بمعرض التوصيف لما بترفض تعمل اي حوار وبتقول انا ما عندي مرشح او انا عندي مرشح مواجهة ما بتوصل لمحال عم تزلم شوية يمكن القوتين المسيحيتين لانه ما فيك تقول لهم تعو تحاوروا وفي عندكن اسم سلامان او اسم فرنجية ونققوا بيناتون يعني هاك عم بيتم التعامل من قبل الفناء الشيعي اول شي حق دستوري لاي طرف سياسي بلبنان انه يعني يدعم ترشيح شخصية على رئيسة الجمهورية انه بكون عم ارتكب جريمة حزب الله او حركة امل اذا شافوا باسلامان فرنجية شخص بتتوفر فيه معايير النجاح بهالمرحلة المقبلة لمدة 6 سنين لا هذا حق دستوري هلا بالمقابل هل كان فيه مرشح جدي من قبل الطرف الآخر لحتى نقعد نحكي ونشوف لوان نقدر نوصل فيه انا متابع حركة حزب الله ومواقف حزب الله حزب الله عم بقول نحنا داعمين هالترشيح انما نحنا فاتحين المجال للحوار مع الآخر حاول من هو مرشحه وما هي معاييره ولنجلس على طاولة الحوار ولا مرة قال حزب الله عفوا ولا مرة قال حزب الله او حركة امل انه او ستامين فرنجية او بنروع الفوضى هاي دي اللعبة لحتى يذكرونها بالسندروم يعني باواخر تمانينات مخيل الظاهر او الفوضى مانا مزبوطة نهائيا واذا دخلناها بالوعي الباطني عند الناس بنصير نتخيل انه في طرف لبناني او عم يفرض عليك رئيس او عم بيقلك او هيدا او بيخدك على الفوضى مش صحيح ابدا هذا الكلام في مرشح بيعتبروه انه مرشح مناسب عطونا مرشح اخر ما في مرشح اخر انا عم تابع مواقف الطيار ومواقف القوات اللبنانية ليش نيمين على الجوكر يقوله يخيك عنده المرشح اسمه رشاد عنده المرشح اسمه روني عنده المرشح اسمه العماد جوزيف عون عنده المرشح اسمه زياد بارود يعني يسموا هذا المرشح لحتى يفوتوا يعملوا حوار مع الاخرين ويوصلوا على جوامع مشتركة ما فيك تضمن من من اول الطريق انه حزب الله وحركة امل رح يرفضوا الحوار ورح يرفضوا نتيجة الحوار مستعديني ان يتناظر عن اسم اسم سلمان فرنجية بالمستقبل وعملوا هلأ حاليا استاذ رشاد طالما انا طالما انا ما سمعت بالفم الملآن من حدا من حزب الله او من حركة امل عم بيقول نرفض مسبقا الحوار حول اي مرشح اخر غير اسمان فرنجية طالما انا ما سمعت هالشي ما بقدر اوصل على الخلاصة وقول ان اسمان فرنجية او لا احد مش هيدا هو الموقف هيدا عنط ديمقراطة واذا اخدوه اكيد بنكون ضدن بس ما سمعناه هيدا الموقف خلنا نبلش بالبروسيدجر هالقسم من اللبنانيين اللي بيتمثلوا بهالطيارين الكبيرين عند المسيحيين يبلشوا يقولوا اول شي ما هي المعايير يمكن ينعمل جلسة تمهدية حوارية على المعايير نشوف اذا كان قربنا بنسبة 80% او 90% على المعايير بعدين المطرح الاسم طيب انا سمعت من الوزير بسيل من يومين كلام قد يفهم مرونة وقد يفهم بالعكس تصلب انا لا فهمته بنوع من المرونة انه احنا ما عنا مشكلة شخصية مع سلايمين باك فرنجي وبدنا افضل العلاقات على المستوى الشخصي انما الموضوع السياسي موضوع اخر ومشكلتنا هي مشكلة في موضع اخر هي رسالة مشفرة من جبران باسي انا جارب يقول فيها انو انا جاهز اتفاوض معكم هايدي بالسياسي بيبعثوا رسائل هلأ هالرسائل كيف بتوصل كيف بتلقفها الاخر شو بتكون النية للمرسل هايدي بتجع بتتوضح مع الوقت انما في مواقف عم تتاخذ تتسم بالتصلب لازم نكسر جدار التصلب هيدا ونقول هايدي المعايير اللي احنا منشوفها وبعد المعايير نطرح اسم الشخصية وعلى كل الاحوال كان يعني جبران باسيل بخطابه كان لافت فيه كان عم بحاول يودي رسائل ما ربما بدنا نحاول نفكرنا وياك يعني دعا للحوار حول ملف يكون اسم الرئيس من ضمنه مستعد يحاور تحدث انه يمكن ممكن تكون الملفات الممكن يتم الربحث فيها هي ملف اللامركزية الإدارية الموسعة انشاء صندوق تماني توضع فيه الاموال السيادية عم بحاول ربما جبران باسيل يقول انا ممكن امن ورقة النصاب او عم بحاول يفتح هدا انا بعتقد فيه مبالغة بتقدير النتائج يعني اللي عم بيقوله الوزير باسيل انا بعتقد عم بحط ربما على طولة الحواري اللي انا ممكن بلشت فيها بالحديث او ممكن بحكينا فيها بحكي فيها بالتفصيل اكتر عم بحط المبادئ الاساسية او الاسس اللي بدون او جدول الاعمال لأي طولة حوار برأي ستسبق انتخابات رئاسة الجمهورية بظل التشنج الحاصل اليوم حول موضوع الرئيس قد يكون من الاجدى انه يعد الفرقاء الاساسيين بالبلد على طولة حوار ويتفقوا على هذه المعايير بطولة الحوار يتفقوا على ما يجب ان يطبق من اتفاق الطائف بما جاء على لسان الوزير باسيل وبأمور اخرى كتير قد تبدأ برئاسة الجمهورية وتنتهي بالتعيينات الاساسية ان كانت نقدية مصرفية اقتصادية وامنية بالتحديد لحتى يعملوا هالتوليفة كلها وهالتوليفة تحضر بعدين انتخابات رئاسة الجمهورية بس هذا الشيء يمكن كلام ربما يعتبره البعض متشائما انه نحن ما عنا رئيس جمهورية رح يكون بمدر منظور غير لحتى نعمل طاولة حوار طاولة حوار رح نعرف من قلبنا منظور للأسف الشديد حتى ما نبيع اللبنانيين وعود فارغة في تشنج كبير في تصلب بالمواقف انا ما بعتقد انه الوزير بسيل بيوارد انه توصل مرونته للقبول بالمرشح المدعوم من السنائة الوطنة اكيد الدكتور جعجة وصل رسائل اكثر تصلبا عندما قال انه حتى الحليف الاقليمي اللي هو المملكة العربية السعودية اذا طلب مني هذا الموضوع انا بقول له انه عندي اعتبارات داخلية تحول بدون ان انا ببي لك هذا التمني وهذا المطلب فاذا نحن رايحين على محل في تصلب ما في مرونة المخرج المخرج هي طاولة الحوار طاولة الحوار ما اقول لك ليه طاولة الحوار لما ببلش تحكي بالمندرجات اذا بدك الإصلاحية للدولة بتقرب الفرقاء بين بعضهم لم تعطي تعهد انه اللامركزية الإدارية الموسعة بدك تطبقها لم تعطي تطمينات موقعة من كل الأطراف انك رح تأسس لمجلس شيوخ يراعي التوازنات الطائفية لما بتحرر قانون الانتخاب من المحاصصة اللي ركب عليه اذا بدك مجموعة من السياسيين وحكموه وسموه المنظومة اللي ما بتعمل هالطاولة هايدي وبشوفوا هالسياسيين انه لأ مندرجات الإصلاح صارت مهمة ورح تعطي حياة إضافية للبلد ل 15 أو 20 أو 25 سنة لقدام بتصير مسألة الرئاسة مسألة تفصيلية وما بتعود مسألة أساسية وبيجي الرئيس لا يطبق مندرجات هذا الاصلاح يعني يمكن نبدأ العهد الجديد بطاولة حوار نجمع اللبنانيين ما في ثقة لأنه بين طاولة الحوار بتاخد معنى وقت لحتى نخلص ما بده شي طاولة الحوار ما بده شي بدا أسبوع يتفقوا عليها ويتفقوا على جدول الأعمال وروحوا يعملوها غير هيك أنا برأي رأي جمهورية ما فيه لأنه حجم الانقسام العمودة بين القوى السياسية بالبلد يحول دون انتخاب رئيس جمهورية والأخطر من ذلك الأخطر من ذلك أنه تعودنا أنه ينحكم لبنان من دون رئيس جمهورية حتى دول العالم بره صار يشوفوا أنه والله هلأ الرئيس مئاتي عم بيمثل لبنان باجتماع قمة بالجامعة العربية حكومة تصريف الأعمال يعني صارت عم تجتمع أوكي هلأ فيه اعتراض من هون واعتراض من هونيك أنا ما عم اجتمعه وهلأ الرئيس مئاتي مثلا داعي لاجتماع استثنائي لمجلس وزراء لمعالجة موضوع النازحين طيب أنه شو الفرق ساعتها بين حكومة كاملة الصلاحيات وشرعية ومعينة من يعني مجلس النواب بالتعاون مع رئيس جمهورية وبين حكومة تصريف أعمال اسمها أنه بتصرف أعمال ضمن الضرورة وإلى آخرية بس أنا ما عم تشتغل هيك بقى صارت مع الوقت بتصير تتوسع هالصلاحيات شوي شوي وبتصير صلاحيتك وكأنها حكومة مكتملة وهي بتضرب الرئاسة ولما بتضرب الرئاسة عم تضرب مين؟ بتكون عم تضرب الموارنة بالتحديد المسيحيين عموما والموارنة بالتحديد وأنا بحمل مسئولية لا القادة الموارنة أنه ما يشوفوا هذا الموضوع وأنه يكون بس عندهم مشكلتين بحياتهم وما عندهم غيرها يشوفوا الآخر بعبع وهذا شيء منه مظبوط ويشوفوا بعضهم بعبع على بعضهم لأنه أنا بقول ما فيه أزمة مارونية بالبلد فيه أزمة موارنة بالبلد فيه أزمة كراسة بين الموارنة بالبلد فيه أزمة سلطة بين الموارنة بالبلد وأنا بسألك سؤال هلأ على الهوى شو الفرق بين الشيخ سامي جميل ودكتور سمير جعجع بالإديولوجيا وبالعقيدة وبالتاريخ غير أنه الكتائب بيعتبروا أنه القوات منرحمهم في السلطة في الزعامة على المسيحيين وللمفارقة اليوم في هجمة أرثوذكسية على يمكن الكرسي المارونة فيه اهتمام فاقد اهتمام عن جد وحنين للكرسي المارونة يعني عمشوف مبادرة الياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب وأيضا النائب غسان سكاف وللمفارقة هنا نواب أرثوذكس اهتمامهم هذا بالكرسي المارونة يعني أن الكرسي المارونة عن جد بخطر أو الموارنة ما عم يعرفون يعطوا هذا الموقع حقه مهنة الروم الأرثوذكس هلأ عم بيعتبر مهنة بيسموهم لتورجيا مستقيمين رأي فبركب يعدوا شوي صغير الموارنة باستقامة الرأي إن شاء الله رح نعقب عن موضوع طاولة حوار وطاولة حوار يمكن تحمل معاني كتير نشوف أوقات طاولات حوار بالخارج وبعد عبكي لبنانية مثل ما بيقولوا للأسف معقولي نشهد طاولة حوار بتكون مفروضة علينا من الخارج ويجوا الشباب ومعهم اسم رئيس الجمهورية هلأ صارت بالدوحة هلأ صارت بالدوحة متما تفضلتوا إلي ما في شي بيمنع أنه تتفق اللجنة الخماسية على عقد طاولة الحوار بأحدى العواصم الخارجية بس أنا أهيب بالمسؤولين اللبنانيين أنه يكونوا سباقين يتحاوروا مع بعضهم قبل ما ينفرض عليهم حوار خارجي بيعكس مصالح الدول الخارجية بلبنان وما بيعكس مصالح لبنان عند اللبنانيين أنا أكيد إذا أخذوا قرار سيادة بيقدروا يقعدوا مع بعضهم بأسرع وقت بس ربما تكون المؤشرات الخارجية كمان إلى دلالات كبرى السعودية اللي تخطط حاجز بشار الأسد على كبره وعلى هدأ الشبح اللي بيمثله أو التوسع الإيراني ونظام قاسم سليماني راح تغصب بإسليمان الفرنجية بالعكس البعض يقول أن إسليمان الفرنجية جاهز وتسويته جاهزة بانتظار تركير بالترابيش بلبنان بس لك خلينا نقوم شغلي أستاذ رشاد طبعا لما تريده المملكة العربية السعودية لأنه هون منقدر نفرع بصوب جهتين هل المملكة العربية السعودية راحت على الاتفاق مع الجمهورية الإسليمية الإيرانية لحتى يكون فيه مندرجات تبريد بكافة ملفات المنطقة وعرفين شو هي ومنتفقين عليها سلفا لحتى نقول راح يكون إلى تداعيات إيجابية بلبنان أم الهدف استراتيجي من الاتفاق الإيراني السعودي هو العودة إلى الأسوار الداخلية في السعودية الحفاظ على علاقات ند وتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبريد تام لخط التوتر اليمنى والاهتمام بعشرين ثلاثين عند الأمير محمد بن سلمان طبعا لأي منطق نحن عم نحكي نقدر نشوف إذا نحن رايح لحقنا طرطوشة أو لا أنا من الناس اللي بيقولوا لا يجب أن نراهن على أن الاتفاق الإيراني السعودي سيكون له تداعيات مباشرة رح يكون إلو إذا بدك على المستوى السيكولوجي على المستوى النفسي إنما إذا نحن ما أخذنا مبادرة بين بعضنا ما رح نوصل لمحل ولناطر أن السعودية تسمى اسم تقول إسلامان فرنجية أو تقول عماد جوزيف عون أو تقول زياد برود مع حفظ الألقاب أو جهاد أزعور أو مين مكان إكس إجراج أو زياد ما يكونوا مغلطين لا إيران رح تعملها ولا السعودية رح تعملها جربت فرنسا تسوي حل مع أسماء علم وسبق وقلت لك هذا الحل لم يصل إلى خواتيمه ما بدي أنعيه إنما لم يصل إلى الخواتيم بعد مشان هيك الحل الوحيد هو موجود بإيدان اللبنانيين ما في ظروف شوف ظروف الدوحة كانت مختلفة تماما عن ظروف اليوم بشو المانع نرجع نعيش على ظروف ما قبل الدوحة واللي فردت علينا نروح نقعد بتغسبن عنه بدك رأيي أنا أنا رأيي إذا رحنا على دوحة 2 لن تكون لصالح المسيحيين في لبنان دوحة 2 ستكون ضد مصالح المسيحيين لأنها ستكون انعكاس لتوازن قوى جديد في المنطقة على مستوى المحور كله وعلى مستوى الداخل اللبناني وهذا لا يريده حزب الله ولا تريده حركة أمل يعني بتعرف الإنسان مرات بموقع القوة أو بموقع الانتصار أو بموقع القدرة على تنظيم محور بكامله بصير تفسير بصير قصة لبنان يا خي بده عشد أي بتنحل إذا كان بمنطق القوة ده أنا عمقول أنه بمنطق القوة هاي المشكلة شو؟ المشكلة أنه في جزء من لبنان عم يتطلع بالمنتصر وعم يعتبر أنه هذا النصر اللي عمله هو نصر عليه خيدي هذا مش نصر عليك هذا نصر على عدوك إذا أنت بتعتبره حقيقة عدوك وإن شاء الله تكون معتبره أنت عدوك هذا مش نصر عليك وهذا أنت فيك تستثمره أنه هاي المقاومة اللي طلعت ركعت قدام تمثال مريم العذرة بسوريا أوكي ولمته ولما مته واللي طردت التكفريين والإرهبيين وداعش والنصرة ما هاي دي نصيرتك وهي دي حليفتك أنت عم بتهجمها ليلا ونهارا صبحا وظهرا ومساء على وسائل إعلامك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ما شو عم تستفيد أنت؟ أنت ما عم تستفيد شي أنا محلك بشبك إيدي بإيدها أنه هاي حليفتي وقصة أنه خلينا أطلع بقى طلعوا منا قصة أنه هيدا إيراني وهيدا ولاية الفقيه وهيدا قاسم سليماني هيدا كله حكي هذا الاستهلاك المحلي وبدأك رأيه شو هدفه الأساسي؟ لما تبقى من شعبية مسيحية وتلويس الضمير المسيحي بحكي ما قاله معنى بدل ما ترفعوا المجتمع المسيحي على مستوى مشرقيته على مستوى مقاومته لهذا المشروع الكبير مشروع الصهيوني المشروع الأبراهامي وهيدا حلقة أبار ومشروع التكفيري بدل ما ترفعوه لهذا المستوى بتنزلوه لتصوره حزب لبناني دافع عن المقدسات المسيحية بلبنان وبسوريا بتصوروه أنه هذا عدو استراتيجي لألكون؟ يعني قطار التسوي اللي عطول عم نسمع عنه بالفترة الأخيرة رح يترك سامير جعجة وعجبران باسيل مثل عم بيقوله خارج هذه التسويه أنا مؤمن ومقتنع أن أي تسوية تمر على حساب هاتين القوتين المسيحيتين على أخطائهما وعلى مشاكلهما وعلى نزاعاتهما وعلى كبوتهما ستضرب الوجود المسيحي في لبنان أنا ما نشايف أنه هالقيادتين بمثل المسيحيين المشرقيين حقيقة لأنه كل واحد عنده عثرة معينة سليمان فرنجية بتعتبره هو الشخص الأقرب يمكن لحتي يمثل هذا المشاكلية المسيحية سليمان فرنجية سليمان فرنجية موجود ابن عائلة مرموقة له حظوظ برئاسة الجمهورية إذا كانت التسوية الداخلية اللبنانية تمر أنه طلع شخص بهذه المواصفات لقيادة المرحلة المقبلة ليش لا إنما هل هو وحده عنده المؤهلات لا الموارنة هن مروحة كتير كبيرة من المؤهلات بلا ما نسمى إسماء العلم إذا بدنا نبلش ما نبلش من عند سليمان باك ومنكف يعني المفترض أن تنتهي ولاية حكم مصر لبنان رياض سلامي بنهاية حزيران وهي ولاية طويلة امتدت من 1993 الرجل يقال أنه سيذهب وستذهب معه الأسرار اللي بحوزته لن يذهب خالي بفاض ألا تعتقد أن الرجل غيابه سيحدث فوضى عارمة بلبنان قلت بكل تواضع يعني من حوالي شهر أو شهر ونص قبل ما ينحكى بهالفترة القريبة بوسائل الإعلام أنه الحاكم سيكون في إحدى الدول العربية أنا قلت رح يكون بالإمارات ونحضر له وتحضر له بنية تحتية نوع من هب بيزنس لكفي شغله بمحل آمن مين حضر له الأمريكيين الأمريكيين محضرين هذا الموضوع هلأ أنت ملاحظت أنه الأمريكيين مثلا يعني ما ما اشتغلوا ضد الحاكم ما عملوا عقوبات على الحاكم هي عقوباته أوروبية أكتر والملاحقات القضائية هي أوروبية أكتر طمنيين بينه الأمريكيين يخدين قرار أنه هذا الحاكم سيذهب هو وأسراره خارج لبنان بعد انتهاء وليته ومحضرين له بالتعاون مع الإماراتية هالموقع هيدا الآمن ليقدر يكمل حياته هو وعيلته ويكمل البزنس تبعه إذا بد يكمله قبل التموز حاكم مصر في لبنان سيغادر إلى أنا أعتقد اللوجستيا ما بعرف إذا كانت نهار أو تلت نهار أو رابع نهار بس أنا بعرف أنه ما أن تنتهي ولاية حاكم مصر في لبنان سيكون في مكان آخر لن يكون في لبنان لأنه طبيعي ما يكون في لبنان لأنه ما في حصاني بقى لأله ويكون خوف كبيرا هلأ المشكلة الكبيرة اللي أنا كمان بحب إلكونيها أنه كمية الأسرار التي يحملها في جعبته تجعله إذا بدك معرضا للاغتيال لأنه يحمل الكثير من الأسرار استراتيجية يلي إذا أفشي سر واحد منها قد يفجر البلد من جديد وقد يحدث ثورة ربما من جديد أنا ما عندي معلومات وين صارت التحقيقات الأوروبية إنما نمية إلي أنه كمية أسماء العلم المتورطة كمية المبالغ يعني اللي صارت مسجلة وين راحت المصاري وكيف انصرفت وإلى آخره كل هذه صارت ضمن أسرار ربما نسميها نحن ريزون ديتا أو أسرار الدولة وغالبا بتاريخ الأمم ما يتم التخلص من الشخص تتخلص من السر وهذا الخوف اليوم الأمني على الحاكم ما يتم تصفيته لحتى يتصفى معه كل كمية الأسرار الموجودة بجعبته وما خفي أعظم كمان طبعا بالانتقال للملف الأمني وربما كان لازم بلش فيه فيه شلافة حصل هو مناورات إسرائيلية تسمى شمس زرقاء تحاكي حربا على لبنان أجريت بالأراضي القبرصية بعده الإسرائيلي ما عم يقدر ينام غير لحتى يعمل ردة فعل لحتى يرد اعتبار ما قادر الإسرائيلي عن جد يعمل شيء يقلب الطاولة بالأيام المقبلة خليني أقول أول شيء تبلش باللي صار مبارع عشية بغزة الحصيلة لحد هلأ 13 شهد و20 جريح الجهاد بد يرد مسألة ساعات وأنا بعتقد أنه ما بيمرق هالجريم الكبرى ما بيمرق بدون رد وبدون تصعيد من الآن وصاعدا أي معركة بتصير بين العدو الإسرائيلي وبين المقاومة الفلسطينية ما رح يشوف طرف واحد داخلي بقلب فلسطين عم بشارك فيها لأنه صار المحور المقاومة في الداخل الفلسطيني عنده إذا بدك معابر يعني بينه وبين ضفة وغزة حتى عرب 48 صار فيه تعاون لوجستي كتير كبير ورح يكون الرد آسي إنما أي حرب شاملة تخرج من حدود الكيان المؤقت صوب لبنان لن تكون ذات طابع حدودي لإسرائيل ستكون ذات طابع وجودي وخليني أقول شغلة ويمكن بتحسبوني عليها أي حرب بين لبنان وما يسمى بدولة إسرائيل ستكون نتيجتها حتما زوال دولة إسرائيل بس هذا الكلام ربما يكون بالمستقبل القريب أو المتوسط لكن أنت عم تقول لن نشهد ربما جولات التنفيذ احتقان هذه اللي اعتدنا عليها بغزة أو بين حزب الله وإسرائيل ربما نشهد حربا شاملة مدمرة أنا لا أعتقد اليوم أن الكابينت الإسرائيلي بيأخذ أرار بعدوان شبيه بعدوان 2006 أو بعدوان 96 لأن عدوان من هذا النوع سيؤدي إلى دمار منطقة الشرق الأوسط بكاملها بما فيها الكيان المؤقت الكاتب الإعلامي روني ألفا شكراً لوجودك معي اليوم شكراً لألكم مشاهدي سبوت شوت هيك ممكن وصلنا لختم هذه الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكراً لك شكراً لكم اشتركوا في القناة